كيف الطيارة سقطت أو كيف سقطت من السماء يعني ترى هذا اللي كان يصور يعني هل كان يعرف بأنه أكو طائرة ورح تسقط بهالأسلوب هذا هاي مشكلة أخرى تذكر سابقا إحنا في بغداد كانت عندما تحدث تفجيرات كان هناك مصورين خاصين بعيدين عن خاصة السيارات المفخخة كان يصورون هذه الحادثة هذا أيضا يعني نقطة مهمة جدا ليس كلنا أنا أو أنت أو بقية المشاهدين يقفون ويصورون السماء بدون سبب فإذن هذه أيضا مشكلة يعني التصوير مشكلة إنه كيف بهالتوقيت هذا مع العلم الارتفاع كان عالي جدا يعني والطائرة صغيرة ليست طائرة بوينغ أو إيرباس ممكن إذا انفجرت تبين كتلة لهب بالسماء فإذلك يعني التحليات كثيرة خلننتظر قادة فاغنر شون اللي راح يساوهم لكن هذا يعني للأسف يعني أنا سأقول الكلام واحد بغدوجين حفر قبر بإيدة عندما يعني عندما عمل التمرد على بوتين إذن ترجح هذا السيناريو بأن من قام بهذا العمل يعني الرئيس الروسي أو ربما قائد الأركان الروسي أو وزير الدفاع لهم ذراع فيما جرى احتمال احتمال جدا وهذا يدل أيضا على غباء بغوجين كيف يصعد بطيارة إذا كانت بها عبو ناسفة أو شيء أيضا يعني غباء كبير قائد مجموعة موجودة في كل عالم أصعد في طائرة ما متأكد منها حمايات ما موجودين ما دققوها إلا إذا كان هناك من أعطاه الثقة في هذا الموضوع والثقة يجب أن لا يثق يعني يجب أن لا تتواجد بين مثل هكذا على ذكر الثقة هناك من تحدث بأن الثقة الزائدة كانت يعني بشكل مبالغ فيه لدى بريغوجين وتحديدا أيضا في القمة الروسية الإفريقية الأخيرة حتى بأنه التقى بعض القادة الإفريقيين وأيضا ظهوره المباشر وبشكل مباشر في دولة من الدول الإفريقية وهنا تساؤل كيف ستتعامل روسيا مع الملفات الخارجية التي كانت تطلع بها قوات فاغنر بداية ستكون رسالك الآتي من يفكر أن يعمل مثل فاغنر فهذه نتيجته يعني هذه أول رسالة ثاني رسالة الرجل أصابه الغرور ويعني إحنا نشاهد فيديوهاته وأسلوب كلامه وهذه أصاب الغرور بشكل كبير جدا من قبل إحنا من السبعينات يعني إحنا كنا نتابع نقرأ قصص على الاستخبارات الروسية كانت الكي جي بي وكيف أعمالها وأعمالها القذرة وكان كل شي من أيام الاتحاد السوفيتي من أيام الشيوعية كانت ليس لديها خطوط حمر يستخدمون النساء يستخدمون القتل كل هذه الأساليب موجودة وكذلك الـ CIA ليست بعيدة عن ذلك لكن أول رسالة يعني الكل الآن انتبه بأنه هذا إذا كان بوتين مؤكد أنه بوتين لا يلعب يعني لا يلعب مع من يتمرد عليه وأنا قلت لك أخطر ما في الموضوع إذا كانت أوكرانيا خلف الموضوع يعني هذه رسالة إلى روسيا بأنه تم اختراقكم بالعمق ترجمة نانسي قنقر